إذن هذا هو نبض الحياة في ولاية السودان المختلفة بدأنا بالقضارف وشماند الفور ونهل النيل والشمالية نرجو أن تصلنا مواد إضافية إن شاء الله من مكاتب الشروق المنتشرة في كافة ولاية السودان لننقل هذه الروح الوطنية الوثابة المتفائلة الفرحة إن شاء الله وأنا أنقل ذات هذه الروح إلى ضيفي العزيز صاحب بيت الحكمة والخبير الاستراتيجي البروفيسر محمد حسين أبو صالح الذي هو معي الآن داخل الستوديو برووفيسر أهلا بك مبروك هذا الاتفاق ألف مبروك هذا الاتفاق الرائع لأثري الصدور وأنا منذ هذا الصباح أتلقى في تهاني عيد الفطر مبارك العيد الحزين يا ذو بيقول لي يا رب يتغضر الصيام والغيام مبروك لكل أهلنا في السودان وهذه الروح والنبضة الذي نقلناه برووفيسر من كل ولاية السودان يعني فيه الارتياح فيه التفاؤل بمستقبل غير بواقع غير إن شاء الله لكل أهل السودان طالما أنه الإرادة والوطنية تجلت الآن وتجلت الحكمة وأنت صاحب بيت الحكمة نعم والله الواحد السعيد يعني بهذا الاتفاق الذي تم والحقيقة الواحد كان يتألم أنه دائما بعد الثورات يعني الناس يتفرح خلال 24-28 ساعة طول الحكومة ويفرحوا الناس لكن ظلت هذه الفرحة مكتومة ثلاثة شهور تقريبا يعني ففي هذا الصباح الباكر في يوم جمعة خارجوا في هذا الجمعة المبارك تعني ما تعني عند أهل السودان نعم بيضب يعني يوم مبارك ما في كلام فخارجوا الناس منذ الساعة الثانية صباحا في فرح هستيري يعني مؤجل وإن شاء الله إحنا نستشرف سودان مختلف تماما ووضع مختلف تماما بكل هذا الأمل ليبرز التحدي الآن يعني إحنا طلعنا من المعركة الصغيرة للمعركة التشكيلة المستقبل السوداني وأنا أفتكي أنه الآن يعني إحنا تخطينا مرحلة النسب والكراسي لكن التحدي قدامنا أنه أن نتوافق على فكرة الوطن نعم فكرة وطنية الفكرة الوطنية مشروع الوطني أنا أفتكي الآن أمام قوة الحرية والتغيير والقوة الأخرى التي شاركت في الثورة هو الآن تطوير ميثاق وطني نتوافق فيه على أفكار للتأسيس لتشكيل المستقبل السوداني إحنا الآن مسؤولين أخلاقيا بالاستيابة لرغبة الثور الشعب السوداني الذي ثار وبذل الروح وبذل الدم وبذل المال وبذل الجهد عنده أهداف بالتالي كل أهداف الثورة هي تتلخص في بناء سودان مختلف يعني ينر إلى مصاف دول العالم دولة تتناسب مع تاريخه العظيم دولة يعني إقصاط يعني يشبه مواردنا ومزايانا حلم سوداني حقيقي عبر عن البجدان الحقيقة الشعارات في الثورة يتعبن عن حلم يعني مكتوم في الصدور عبرت عنه هذه الثورة إحنا الآن الحكومة القادمة يجب أن تعبن عن هذا الحلم ونكتوبه وتعلن عنه إحنا محتاجين أن نتوافق على هذا الميثاق يعني إحنا فيه ميثاق على قوة الحرية والتغيير تم إسقاط النظام فيه بنود ما زالت سارية اللي هي رد المظالم والعدالة الانتقالية لكن إحنا محتاجين لإعلان النهضة والمستقبل ولذلك أنا نقلت قبل قليل لضيفي من قوة الحرية والتغيير للأستاذ صاطع الحاج روح غائبة عندنا لا نحسها نحن من خلال سواء كان نحن كم مراقبين إعلاميين اللي هي الغيرة على البطن بمعنى أنه كل الحديث الآن يدور حول المحاصصات حول النسب أجلنا النظر في نسبة المجلس التشريعي المحاصصة فيما تعلق بالمجلس السيادي يعني نود أن نسمع صوت يتحدث عن الغيرة على الوطن حق الأجيال الحديث بوطنية في حضرة الوطن أن نتحدث بحضرة الوطن بعلم وأن نصمت بحلم بمعنى أن نحافظ على حق الأجيال نتحدث بروح وطنية يعني كل أنا أتمنى أن لا نتحدث أحد في هذه المرحلة الحساسة جدا إذا كان هناك إدراك لما يعانيه الوطن الآن على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى خاطئة إقليمية وخاطئة دولية وواقع يحتاج فيه تقيير أن نتذكر الوطن الذي يحتضن الناس الآن الذين يتصارعون تتصارع في أرض الوطن تتصارع على خيرات الوطن في الاحترم الوطن إلى أن نغير هذا السلوك بالنظر إلى وطن فيه شخص يهتم به كما يهتم بحزبه أو بشخصي الحقيقة نحن الآن محتاجين في هذه المرحلة أن نرتقي إلى مستوى أعلى مستوى الوطن أن نرتقي إلى مستوى الثورة السودانية ما في واحد من الصوات نحن سمعنا بيتكلم على أجين دي ضيقة أنا حللت الحقيقة الفعارات الخمسة والخمسين الأساسية دي بتتكلم على سودان مختلف بيتتكلم على الوطن السوداني بيتتكلم على محاصلة سياسية بيتتكلم على هوية سودانية تتكلم على دولة تقوم على ديمقراطية جديدة هي ديمقراطية المعرفة الإبداع الأحلاق العدل بيتتكلم على حرية بيتتكلم على دولة تسود فيها المؤسسات يسود فيها النظام يسود فيها القانون دولة حضارية تتكلم على دولة فيها اقتصاد يعني مبدع وهكذا لذلك كنا بقول أنه الآن نحن أمام لحظة تاريخية إذا اعتبرنا من التاريخ الإنساني الدول اللي اللي بدت هذه هي اللحظة بتاعة ميلاد المشروع الوطني هذه اللحظة بتاعتها نحن واحدين الآن نعلن عن حلمنا السوداني اللي عبر على الوجدان لأنه يمكن ذكرنا في حلقة سابقة الآن هناك احتشاد وجداني غير مسبوك موزو 1956 لإسقاط نظام سابق وهذا الاحتشاد أن تطور نحو نهضة السودان نحن عاوزين الآن كل هذه المشاعر اللي نسلمتوا الآن نقلت ونرد الشائع كل هذه العملية للوجدانية نحشيد في اتجاه التشكيل السوداني ما عاوزين بعدها حاجة اسمها محاصصة ولا حديث عن أجندة سياسية ضيقة نتكلم على السودان فقط حتى بعد ذلك الطرفين هناك مجلس سيادي نتكلم على طرف واحد قدامه السودان والسودان فقط مستقبل السودان أنا نفتكي حتى الآن يعني عشان نكمل العملية بطريقة منهجة علمية محتاجين أنه واحد قلب أربعين مليون سوداني في حلم سوداني واحد والنسعى لتحقيه وبعد ذلك الحكومة ستبقى زي زي المسهلة لكن الحاجة هو الشعب نفسه سيتولى عملية تأسيس النهضة فخلونا نحشد هذه العمل الآن مسألة بتاعت المناصب أنا بقول لهم يعني حقيقة الأمر ما تغرنا كثير هذه الكراسة أنا بقول لهم دايما يعني الكرسي دا أو المنصب هو زي المقاول زي المقاول قال لنا المصامر من العمل هذا المملك نحن قاعد يفوتا يعني هو زول مهندس صمم الخرطة وكده وسلم لي مقاول نفزها نحن الآن بتكرم على المقاول حتى الآن ما بجوا تكلم لنا على الخرطة الخرطة نفسه مقاعد تتكلم الخرطة السودانية يعني نذكر كان في صحفيين سألوني عن منهم تفتكر أعظم الجسي هذا الجاي تفتكر منهم لحيكون الرئيس تفتكر منهم لحيكون وزير خارجة وهكذا يعني قلت لنا والله أنا أفتكر دي أسئلة مهمة لكن في حاجة أهمة منها وكان أمامنا مبنى في كورنثيا قلت لنا أمامنا ذا العمارة البيت كان ذاكا سودانية خلوا بقى لكم أمامنا ذا كان في الأول ما فيه في خياله بس إحنا آن في خيالنا شون في السودان نعم ثم حوث الخيال ماذا نريد نحن في الوطن فحوث الخيال ذا لإمامنا في شكل سفينة وسلمت في شكل ورقة لمهندس نفزه في كل هذا الاحتشاد العلمي الاحتشاد الإبداعي الاحتشاد الاميني الحندسة رياضيات فن حيث الجمالي أستلبت المقابل المقابل نفز المقابل المقابل ده هو رئيس الوزراء لكن وين الخرطة الوطنية ورئيس الوزراء علينا أن نعلي قيمة مهمة جدا رئيس الوزراء له فترة محدودة رئيس الوزراء خادم للوطن وخادم للمواطن بالضبط وموظف يؤدي واجبه خادم للشعب مثلهم مثلنا خادم للشعب يعني لما نرى مثلا رؤساء الوزراء في أستراليا وفي أوروبا بيكون موقف سيارة الحكومة وراكب دراجة يجبها مكتب هو خادم للناس وليس وجد ليترفع على الناس أو ينظر إلى الناس كده الآن التحدي قدام الحكومة الأجهزة الحقيقة كلها مجلس السيادي والحكومة القادمة هتكون أمام مراقبة صعبة جدا لأنه هذا الشعب واعي جدا واعي درجة الوعي اتطلب بالآن بالتالي حينظر لسلوك رئيس الوزراء لسلوك الوزراء لسلوك المجلس السيادي يعني طريق التصرف هل هم على على مستوى التغيير اللي هم تغيير بيتكلموا بيهو نحن عاوزون رئيس رئيس كبيرة عربية صغيرة قد وصل بيها ما محتاجين نحن للحشود الكبيرة محتاجين لرزوء يكون سلوكه سلوك محترم دائروا يصدر لما يسافي بره يرجع الدولارات للحزوات المالية نعم والاستحقار الاستحقار التي تعمل فيها خارج دائرين يرجع يوقف المحسوبية والوساطات وهكذا مثل ما أرجع سيدنا عمر إبل عبدالله بن عمر إلى بيت المال عند المسلمين وانا بقول لهم الناس يعلي لما حقتك سيدنا عبدالله بن عمر قال للخليفة أمير المنع ومن الخطاب لمن هذه يا عبدالله قال له لي قال لا ليست لك حتى لا يقال أن ابن أمير المؤمنين استفاد من موقع أبيه فأعت هذه نعم هذه الإبل إلى بيت دار المستوي فأنا أفتكر أنه إحنا سنكون محاصرين بهذا لأنه استورت ديسمبر 2018 ما يميز عن ثورة أبريل 85 وأكتوبر 64 هو مستوى عالي جدا من الوعي الشبابي وأنا أعتقد أنه الطرفين جلسوا بهذه الروحة الوطنية يعني في عوامل وقفت صحيح في مبادرات الوطنية اللي كان لها دور كبير جدا في تهيئة الطرفين في نطحة الطرفين وفي تقديم أفكار كتيجة جدا ساعدت في التوصل لهذا لكن أنا أعتقد الحس وبصراحة هو خروج الشباب والشابات في 30 يونيو كان رسالة حاسمة جدا للطرفين نحن هنا وهذا الشباب سيكون موجودا بعد تشكيل الحكومة إنه لازم مراقب للندا مراقب تمشي حكومة زي وحصيف وحصيف فأنا أفتكد أنه دي ذاته فيها نوع من تأمين الثورة وأهداف الثورة ما ننزل لأي واحد من الأخطاء الماضي أنا أفتكد أنه الآن نحن حق يعني نوع للحكمة في هذه المرحلة يعني إحنا نحتاج إلى الاستراتيجيات لكن في نقطة مهمة بروفيسر محمد نحن تحدث الآن عن القوانين عن الأخلاقيات الناس أخلاقيات من يمارس هذه المهنة أي شخص لابد أن يمارسها بنزاهة وأن يمارس هذه المهمة كذلك بكل تجرد ما المطلوب من تشريعات قوانين حتى تكون هذه القوانين رادعة وعليه كذلك أن يتذكر أن يتذكر أنه مساءل وأنه مراقب ليس مراقب فقط من اللوائح والنظم القوانين والدساتين وما كذا ولكنه أيضا مراقب من الرأي العام أنا أعتقد أن مراقب من الناس نحن الآن محتاجين لمراغب من ثلاثة الجهات أو حنوي نحن نفسنا نحن ملتزمين نؤسس الحكم الراشد واحد نحن نعود أن نجيب شخص مسؤول مؤهل من حيثه الجدارة الأخلاقية والجدارة المعرفية أو مهنية وعنده أيضا يعني إبداع محتاجين للمبدعين وبالتالي عاوزين نسان بجدارة أخلاقية وراغب نفسه الناس الثاني نحن محتاجين لأنه نعم حسابنا من مراقبة الشباب السوداني والشابات وراقبة البرمان القادم والمراقبة الذاتية هي أهمة من ذا كله الضمير الضمير هذه الجدارة الأخلاقية رابعا نحن أول حاجة يفترض تعمل أو من أوليات الحكم القادمة هو إعمال مبدأ الشفافية ومبدأ المحاسبة من أول لحظة نشاطنا كله يكون شفاف التعيين الترقيات التنجيلات الوظايا تذكرت في هذا الحديث آلية مراقبة النظراء وهي واحدة الآليات التي يعمل ويجبها الاتحاد الأفريقي النباد نعم قالوا في التقرير الذي صدر عن النباد في قيمة شهر 2018 أنه رواندا التي شهدت الجنة الصاعدة اللبادة الجماعية نعم هي أفضل دولة طبقت آلية مراقبة النظراء نعم بمعنى أنه أصغر موظف لا يجد لا يجدوه غائبا عن موقعه إن شاء الله شغال في منسق بساتين وقت الدوان يكون موجود في بستانه في موقعه في موقعه الذي يسأل أن يكون فيه صحيح يعني إحنا عندنا والله الفطور ينقل فيه ساعتين عشان كلنا إحنا محتاجين ندرك أنه الآن السودان دا أنا أتحدث من واقع تجارب إنسانية نالحة اللي يفتكن الحكومة حتنهض بضولة غلطان إحنا محتاجين للنجاح لكل إليل السيارة صمم شخص أو مهندسين لكن يشتركوا فيها مئات بالليا ومزمار وصامولا وبوهيا ومنا وطيب إحنا محتاجين لو هذه السيارة ما كل زول أدى مهمته بالشكل الصحيح ما حنا نقدر نجيب هذه المساعدة طيب إحنا محتاجين ندرك أنه من هنا وجاء الموظف السلوك يتأخر خمسة دقائق أو ساعة لجريبة تهديد الأمن القومي أمشوا تعال بكرة حقي كم دي كلها تعتبر تعطيل لذلك إحنا محتاجين لدولة يكون فيها نوع من التشدد في إيقامة الحكم الراشد أنا أقول لكم مهمة جدا نفتكلم مهمة للحكومة الجاية السودان صحيح سيواجه ظرف لمذلك حكومة وضعي صعب جدا اقتصادي الناس يعبرون إن شاء الله لكن في الأسلوك في ترتيبات مفروض تستوى فيها الحكومة الجاية المناخ المناسب الذي يبه ثقة أنا أتصور حجم المال الذي سيتدفق نحو السودان فقط إذا يوفرنا المناخ الذي يعبر أنه هناك حكومة محترمة ثقة يسود فيها النظام يسود فيها القانون يسود فيها شبافية مقيدين يقوم بالأفضل عطاء هذه الترتيبات العديدة مع السلوك حكومي شفاف وهيبة وسلوك من الوزراء نخشي التشاكس الحقيقة الذي يجيب التشاكس في الأداء المؤسسات المختلفة وهم ما فيها الكبيرة في الجزة الوزراء وأنا أفتكر أنه الآن المبدأ التوجه العلمي هو أنه لما يكون فيه خطة متفق عليها ما يفترضون في تشاكس ما يفترضون في تشاكس إحنا ما عندنا لحد لذلك إحنا الآن يعني المجلس التخطيص ثلاثية الغوم الآن الآن هو جاهز بخطته بحكم اختصاصه سيعرض خطته لنا وبالتالي إحنا ما عندنا مجال غير إنه نحق أهداف إحنا رأينا إنه في خطة الآن مقصرها حتى من بيت الحكمة فيها نوع من التفكير الجمعي يعني تلاقينا وإذا تعمل لك منظومة معينة عشان نخرج بها البلد من الأزمة دية هي بتلقي فيها كل الوزارة اللازمة تشتغل فيها عشان تطلع يعني أنا أشرح بمعنى إنه الآن ممكن نتكلم على منظومة الزيوت الغطارف أو منظمة الغازة والنسيب في الجزيرة دي بتحتاج إنه تشتغل فيها التدريب تشتغل فيها بتاع الكهرباء بتاع الموية أو وزارة اللا لا التاء الطرق الصرف الصيحي غير في حتى واحدة في ثمانية شهور إن تحتاج إلى المنظومة تشتغلت وبتلقي تدقي اثنين أو ثلاثة مليار دولار منظومة الزيوت ألا ألا فبدل من شتنا بأعصر جهودنا الناس بتوجهنا نحو حاجة اسمها المنظومات الانتاجية المتكاملة وهذا ما سيكون متاحا نعم فهي في نوع من التفكير الجماعي لكن قصدتها وإن التحدي بتاعنا التحديا حكومة حتطرح مناخ يعبر عن حكومة محترمة فيها مناخ سياسي راشد وأيضا توجهات نحو الأمن العالمي إنها هي دولة السؤال لن يكون منصة لتهديد الأمن الإقليم العالمي بالعكس منصة لتحقيقه في هذا الجو حتجي الأموال قياس للتجربة إنسانية لكن في الداخل لا بد من هيبة الدولة فإنه أي مواطن لازم يدرك أنه دور أمشو أي موظف في الدرجة التاسعة يعطي الاستثمار ممكن يؤديه الليلة أو بعد ساعة يقول له بكرة نحطي بذي جريمة يتحاصب عليها ده السكة اللي بتودينها عندنا المشكلة الكبيرة دكتور البروغراطية والتلكف في أذاء الواجبات والغياب المتعمد على العمل والمزاج مزاج السوداني ما تعلق بالوظيفة العامة كل هذا يعني نحن نحتاج هيكل ونحن نحتاج لعادة هيكل الخدمة المدنية ما في الكلام وذي بتحتاج لخطوات وتحتاج لوقت لكن هذا لا يعني أن هناك حلول إسعافية الناس يعني يتحل بها لكن كده يا أستاذ مامون لو لاحظت يا دكتور للحاصل في الساحة بطاعة الاعتصام في السودان كله لو لاحظت للسلوك بتاع الشباب والشابات هو سلوك راقي جدا دين ما هم الشابات اللي ممكن يعمل لك السلوك القبيح الجي والخدمة إحنا الآن محتاجين لكل الرقي اللي شاهدوا ساحة الاعتصام من تعامل راقي ينتغل إلى الخدمة المدنية لكن أنا أقول أنه الآن إحنا شباب السودان في كل العالم وخوة رأوه الآن هم رأيين لحظة هذا الاتفاق من ضمن هؤلاء شباب في مايكروسوفت أنا جلست مع مجموعة مجموعة منهم ميكروسوفت وسيليكوم فالي دين جاهزين الآن حكومة في سنة نحن ممكن نعمل مشروع نكمل مشروع حكومة الرغمية التعاليين غضايا برغوراتي إلى أن نعالج بالطريقة بل مستعدين أن يدفعوا مانا مستعدين أن يدفعوا مانا لبلدهما بالضبط كده فأنا أفتكد أن كل الناس الآن في مايكروسوفت وفي سيليكوم فالي بالأمس حضرت اجتماع للمركز القومي للبحث هؤلاء العلماء الكرام قامت ما عند غير أن تجفل وتنحل لا احتراما هم هنا وعروض هفاين في خارج السودان عندهم الأفكار فأنا أقول أن كل المشاكل هناك حلول لها لكنهم محتاجين الروح إحنا عاوزين الشخص نعيسوا أن هناك روح جديدة وروح مختلفة تسود السودان طيب بروفيسر محمد حسين أبو صالح هناك نقطة مهمة جدا وهي يعني سبحان الله لم يكن هذا الاتفاق يتم بهذه السرعة لم يكن متوقع له اللي هو عامل بين قوسين الثقة نعم إلى إماذا نحن نعالج هذه الإشكالية طالما حتى أن هذا الاتفاق جاء بعد جلستين فقط للتشاور المباشر بعد قطيع استمرط لفترة إلى إماذا نحن نعمل على ترميم ثقة بين مختلفة تيارات يعني مثلا قوة إعلان حرية والتغيير فيه اليسار فيه اليمين فيه يمين الوسط فيه يسار الوسط إلى إماذا نعزز الثقة بين مختلف هذه التيارات أنا أنا على ثقة وإحنا سوداني وأي سوداني يعرف تمامين وهذه اللحظة مهما طالب خط هكذا ستحصل مهما اختلفنا لابتفكر لكن أقول جاء الظروف كثيرة جدا يعني عكرت هذا المناخ ودعني أنا في هذه المساحة أحيي كل الشخصيات السودانية من العلماء والخبراء والجامعات وغيرهم اللي قدنوا من المبادرات المتعددة أنا أعتقد أنه الطرفيات اللي من يجو هنا بهذه الروح خلفها كان عمل ضخم جدا من المبادرات الوطنية وهي كثيرة كما تعلم يعني أنا أعتقد أنه هذه المبادرات الوطنية أنا نتكلم عن مبادر لاتحاد الإفريق والأتيوبي ونشكرهم على هذا الجهد لكن حقيقة انتهيأت المسرح مع الأطرار المختلفة وبلورت الأفكار هي كانت الجهد رهيب لعلماء اسمين مبادر جامعة خرطوم انتهام المبادرات طرحتها القوى العلمية واتحاد الجامعات السودانية وحتى المنظمات المجتمعية نصحوا الطرفين بشكل واضح طرحوا أفكار أي استلهموا ضغط الطرفين ونصيحتهم ونصيحتهم في موطن هذه المعبولية أنا أفتكر أنه الآن أنا متأكد بعد مرور شهر واحد سنكتشف أن العساكر سودانيين غيرون على السودان ونكتشف أنه ضيئنا وقت كثير جدا لأننا بتشك حتى البعض الآن يقول لك هذا يا ساير وده غير أنا أقول لك الآن يعني ما هذا وفي الصلي وصوم أقول لك أننا مسلمين ليس كذا؟ قال لك أننا إسلامين صافي الحاج أليس الإسلاميين ذات فأشكد حتى تقول لك مصطلح الإسلاميين دائما مراجعة ولأننا في النهاية كلنا مسلمين مهما كانت توجهاتنا من الصلي ونشهد أن لا إله لنا حوال رسول الله فذي كل حيات كانت معكرة الجو وحتى المعتصمين منهم السلفين ومنهم الصوفية ومنهم اللسانيين وكلهم مسلمين فقالتكلم كلنا تركيب المقبل الأيدولوجية السودانية كلنا سوداني مسلمين ونخلون يجمعنا هذا الوطن وحب السودان كبير وفي النهاية أفتكر بهذه الروحة الجديدة إن شاء الله نعتل نتمنى أن نرى الطرفين لهم ثقة كاملة وأن نرى السودان مستفيدة من هذا الاتفاق ونحن والله يتحدثنا معك بالحكمة في هذه الجزئية لأنه التفاصيل ذكرت يعني عرفة الآن ونتمنى أن نتواصل معك إن شاء الله إن شاء الله وبكل تأكيد يعني أفردنا في هذه المساعة الحب الوطن الغيرة على الوطن وكذلك أن نتذكر الوطن وقيمه العليا والانتماء إليه فوقا للمصالح الشخصية والحزبيضية شكرا لك شكرا جزيلا إذن مشاهدين العزاء نشكر البروفيسور محمد حسين أبو صالح الخبير الإستراتي وكذلك صاحب بيت الحكمة على حضوره وتلبية الدعوة للمشاركة معنا عقب صلاة الجمعة مباشرة إذن نحن لا نزال معكم في هذه التغطية الخاصة وننوه أن زميل نزال البقداوي سيواصل معه ضيوف بعد قليل إن شاء الله مبروك للوطن مبروك لكافة فئات المجتمع المختلفة للأسر السودانية للكبار في السن الكهول للأمهات للآباء للشباب للبنات للمسافرين للمقيمين لكل محب السودان سنعود بعد قليل اشتركوا في القناة